موسيقى أنا فرح محمد إبراهيم أريدو كلينك سوبربايزر كي يعني المسؤولة عن العيادة التجميلية الطبية في أريدو كلينك عن تواجد الأطباء والستاف عن تجهيزهم بأحدث المواد والأحدث الأجهزة المعروفة عالميا حتى نواكب التطور العلمي الموجود بالعالم ونلبي رغبات الزبائن احنا يعني كأهل نحبذ فكرة بأن المرأة دائما تكون جميلة ونشجع هذا الشي فما أجهد أي صعوبات المرأة العلاقية متعوبة تحتاج بأنه تغير من نفسيتها تحتاج تجمل من نفسيتها أكثر قلت لك لأن هذا الشي مرتبط نفسيا بالثقة فكلما صارت حلوة وطلعت بالمرأة وشافت نفسها بأحلى وأحلى أكيد هذا الشي رح ينعكس داخليا عليها ويبين بتعاملها والناس على المظهر العام هس العلم تطور وكل الناس تقدر تتعلم هس حاليا أكو دورات تقدر تدخلها تتعلم من خلالها التجميل يبقى حصريا أكيد الحقن البوتوكس الفيلر الخيوط والعمليات هاي لازم اختصاص طبيب اللي يكون هو بهذا المجال سواء جلدية أو تجميل يبقى البنات الباقيات الخريجات أو المهندسات أو ربات البيوت يقدرون يدخلون كورسات اللي هي تعليم كيفية سحب الدم أو تعليم كيفية حقن البلازمة هاي الأشياء اللي تكون سطحية الميزوثيرابي سطحية ما بها تداخل عميق مثل اللي يستخدموا الأطباء كالبوتوكس والفيلر طبعا أكيد كل امرأة تواجه ببداية حياتها بخصوصا بالمجال التجميلي نظرا لمجتمعنا العراقي بأنه يرفض بأنه المرأة تجمل نواجه صعوبات وانتقادات مستمرة بس بتطور العلم بتطور الأجهزة والانفتاح اللي صار بأنه صار ما يمنع أنه المرأة تجمل من نفسها لأن هذا الشيء أولا نفسها ثانيا إذا كانت متزوجة فالزوج أكيد يحب التغيير أو نظرة المجتمع اللي تتغير فتقتها بنفسها تتعزز فهذا دور كلش أساسي بنظري للمرأة بنفسها وتعزيز الفتقة بنفسها أيضا